ممكن نعمل حاجة لطيفة جداً نسميها الملتبل ترانسميشن زونز. احنا اتفقنا ان احنا في الترانسميشن عشان بنبعت مرة واحدة. ما نقدرش نعمل فوكسينج زي في الديناميك فوكسينج بتاع الريسيبشن كده. ما نقدرش نعمل عندنا كذا فوكال بوينت. بس اللي ممكن نعمله بقى في الترانسميشن كالقاتي. نحنا ناكوير خط خط كامل بفوكال زون محددة. يعني ممكن نعمل خط مثلا بفوكال زون اف وان. اخد الخط ده كله من اول وقت اخره. اوكي? وبعد كده اخد خط تاني بفوكال زون اف تو. اوكي? واكمباين ابنين مع بعض. اكمباين الجزء يعني اخد جزء من الخط من اللاين اللي انا خدته بفوكال بوينت اف وان. والجزء التاني الخط اللي هو ايه اف تو. اوكي? فكده انا عملت ايه بقى? انا كده اعملت كومبينيشن لتو ترانسيميشن عشان اطلع منهم في الاخر خط واحد. بس الخط الواحد ده هتبقى بتاعته يونيفورم مورو لس في كل الدبس. عند كل الدبس الموجودة عندي. عند الدبس اللي هو القليل والدبس الكبير هيبقى مورو لس شكل الخط بتاعي. الويت بتاعه يبقى مورو لس متساوي. لو انا كنت خدت اف وان بس. هلاقي ان الويت بتاعي بعد النقطة دي بعد اللي هو الجزء اللي انا خدته هنا يعني انترافيز ده كده هلاقي ان الشكل البين بتاعي يبقى اوسع بكتير جدا جدا. ولو انا اواخد الجزء بتاع F2 ده هلاقي ان في الاول خالص الجزء اللي هنا ده شكل الويت بتاع البين بتاعي اكبر جدا. فانا ما اعمل كومبينيشن لده معه ده. لا ده انا بعمل دلوقتي خدت احسن حاجة في الاتنين. اوكي? طيب العيد بقى بتاع حاجة زي كده ايه بقى? العيد بتاع حاجة زي كده ان انا اكشوالي انا دلوقتي ضيعت وقت خطين عشان اجيب خط واحد. اوكي? فده طبعا ده ان انا ممكن ان انا الفريم ريت بتاعي اللي انا بطلع بيه الصور اللي انا بجنريت بيه الصور. يبقى قل شوية من الفريم ريت اللي انا مكنش بعمل فيه الملتبل ترانسوميشن زونز. دي بتبقى متروكة للدكتور طبعا ان هو يختارها. وهو اللي بيبقى عارف ازا كان عايز فريم ريت عالي. واللي عاوز ان هو يبص على حاجة بريزولوشن ما عليك. في الاخر Beamforming بقى بيبقى عبارة عن Beamforming اللي هو بتاع ترانسوميشن ده ما ضروب فييه الايه? Beamforming بتاع الريسيبشن. لانتين مضروبين في بعض. يعني انا الوقتي لو عندي حاجة رفياعة هنا كده. فحاجة يعني over or less uniform بالشكل ده كده. هيبقى في الاخر حاجة قريبة من ده مش بعيدة عندي. اوكي؟ ففي الاخر انا بضرب البروفايل بتاع الريسيبشن مع البروفايل بتاع الترانسوميشن بين فورمينج عشان في الاخر احصر على التوتال بين فورمينج اللي هو عبارة عن كومبينيشن بتاع الترانسوميشن والريسيبشن بين فورمينج.